مع انتهاء العمل بإعفاء العمالة السورية في الأردن من رسوم تصريح العمل بموجب اتفاقيات دولية والتزامات الأردن في مؤتمر لندن بمرور ثماني سنوات قررت الحكومة منح إعفاءات لتصويب أوضاع العمالة السورية ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السورية عن الفترة التي تسبق نهاية حزيران 2024 واستفاء رسوم تصريح العمل والغرامات عن الفترة التي تلي تاريخ الأول من تموز شريطة تصويب أوضاع العمالة قبل الأول من حزيران العام المقبل الناطق العالمي باسم وزارة علامة المحمد زيود قال إن العامل السوري الذي يحمل صفة لاجئ لن يتم تسفيره في حال ضبطه يعمل بشكل مخالف فيما يتحمل صاحب العمل المسؤولية وأشار إلى أن الحد الأدنى لقيمة المخالفة عن كل عامل 800 دينار لجميع الجنسيات وإذا كان العامل يعمل في المهن المتخصصة أو المخصصة للأردنيين تصل المخالفة إلى ضعفي رسوم التصريح أي 5000 دينار القرار العفاء هو يشبل فقط السوريين محصور بالسوريين المسألة الثانية الإجراءات القانونية هي مستمر يعني لا تتوقف للجوالة التفتيشية وهذه دعوة أن يلتزم أصحاب العمل بإحكام القانون هم المسائلين العامل السوري لأنه لاجئ لا يسفر والعمالة البقية باقي العمالة إذا كانت لاجئين لا يسفروا لكن إذا كانوا عمالة يعملون على أرض المملكة ونختلف الجنسيات هؤلاء يتم تسفيرهم وتحرير المخالفات بحق أصحاب العمل المخالفين الذين قاموا بتشهيل عمالة مخالفة الإجراءات الانتقال بين القطعات مسموحة حتى 31-12-2024 الإجراءات التي تخص السوريين بالإعفاءات يستطيعوا تصويب أوضعهم حتى 1-6-2025 في ظل تسارع تطور تكنولوجي باتة التجارة الإلكترونية صراع دائم بين التجار والمواطنين فيما تدرس الحكومة وضع حد للتجارة غير المنظمة بوضع سقوف على المشتريات الإلكترونية تسارع الطلب على تجارة الإلكترونية في الأردن مع تقديرات بتجاوز حجمها 800 مليون دولار مع زيادة اتماد المواطنين عليها كفرصة لتحسين الدخل وتسهيل التسوق عبر مواقع عالمية توجه هزت تجارة التقليدية ودفع تجاراً لاقتراح بوضع سقف لمشتريات الأفراد حتى لا تصل لمستوى التجارة لا أتفق بها هذا الشيء كون التجارة الإلكترونية هو مشروع ناجح ومن ناحية تنظيمه كان ممتاز من قبل دائرة الجمارك فإلو منظومة معينة بنسياب الطرود اللي بتم استيرادها من قبل الناس بحيث أنها تغطي حاجياتهم بالكلف الأقل وبالسرعة الأكبر وبالإنجاز الأسرع فكرة وضع سقوف لتحديد مشتريات الأسرة إلكترونياً طرحها القطاع التجاري لتنظيم التجارة الإلكترونية غير الرسمية التي وصفت من وزارة الصناعة والتجارة بأنها غبن يمس التجار التحديات التي تواجه التجار من الغبن الموجود بالتجارة الإلكترونية غير الرسمية تعمل الوزارة الصناعة والتجارة أكيد مع الجهات المعنية على تنظيم السوق وأكيد التأكد من عدم تغول جهة على أخرى التجارة الإلكترونية حسب رؤية جارة الملك والتحديث الاقتصادي والتطوير هي لخدمة المواطن الأردني وتقفيد الكلف عليها وتقليل العباء عليها وسهولة وصول البضاعة عينه في أغلق الكلفة الموضوع الآخر أنه هل التجارة يأثر عليهم؟ الأصل في التاجر الموجود في المملكة الأردنية هو يطور نفسه موضوع الربح يمكن أن يكون هذا سبب رئيسي في موضوع أنه توجه المواطن على التجارة الإلكترونية أنه بدي يشتري سلعة من التاجر الأردني مقارنة في التجارة الإلكترونية حلاقي في فروقات فبالتالي هو بتوجه للتجارة الإلكترونية وصول شركات التوصيل إلى كافة مناطق المملكة زاد الإقبال على التجارة الإلكترونية في وقت ينظر إلى أن التاجر التقليدي لم يطور نفسه فيما يرى خبير جمركي أن التوجه الحكومي الجديد غير منصف ارتفاع الأسعار عالميا وكذلك ارتفاع أجور النقل وأيضا تكاليف التي تحملها المواطن أعتقد أنه يجب على الحكومة أن تقوم بدراسات أوسع من ذلك أعتقد أن المستقبل نتيجة للوعي ونتيجة للإستخدام سيكون للتجارة الإلكترونية لا محال وعلى التجار في الأردن الاستعداد للمراحل صعبة كون هذه التجارة ستكون بغض النظر عن قيم التكاليف التي ستحددها الحكومة ستكون متاحة للجميع الأوضاع المعيشية الصعبة وسهولة التسوق الإلكتروني دفع المواطنين إلى اعتمادها ليبقى الصراع قائما بين التجار والمواطنين على آلية تنظيمها فيما سيكون الفيصل بيد الحكومة أسامة بليبلي رؤية أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان دعم الحكومة للإستثمارات القائمة في مدينة السلطة الصناعية وتقديم التسهيلات اللازمة لتطويرها والتوسع فيها ومساعدتها في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة لمنتجاتها بما يسهم في زيادة فرص التشغيل التي توفرها جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية إلى عدد من المواقع منها السلطة الصناعية ومعهد التدريب ولقاء عدد من أصحاب الشركات والمصانع الدوائية والغذائية وبحث واقع العمل والمجالات الممكنة للتسهيل عليهم والتوسع في استثماراتهم وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته إلى معهد تدريب مهني السلطة أهمية التوسع في البرامج المهنية والتقنية التي تقدمها معاهد التدريب المهني لتشمل مختلف فئات الشباب بما يسهم في تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم لدخول سوق العمل وجه رئيس الوزراء للعمل على ربط مدينة السلطة الصناعية بوسائل النقل العام لتسهيل وصول العاملين في المصانع بالإضافة إلى تحسين جودة الاتصالات ومختلف الخدمات الضرورية لإدامة عملها والتوسع في أنشطتها والإضاءة على أهمية التوسع في البرامج المهنية والتقنية التي تقدمها معاهد التدريب المهني عقب زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان إلى معهد التدريب في السلط تنضم إلينا عبر الهاتف مديرة معهد تدريب مهني السلط اعتزاز بشنيكات أهلا بك سيدتي أهلا وصالح للمتائل خير للجميع ما هي أبرز نتائل زيارة رئيس الوزراء إلى المعهد خاصة وأنه ركز على أهمية التوسع في البرامج المهنية والتقنية التي تقدمها معاهد التدريب المهني نعم اليوم تشرفنا بزيارة كريمة من دولة رئيس الوزراء وكان يرافق دولة الرئيس ومعالي وزير العمل وعطوفة محافظة البلقار الأكرم حيث قام دولة الرئيس بعمل الجولة في أقسام محط تدريب مهن السلط وطلع على البرامج التدريبية والتخصصات التي تنفذها المحعد كانت ضمن هذه الجولة بعض الأقسام كقسم الخزف ضمن الحرف التقليدية وقسم صناعات دوائية وقسم صيانة المركبات الهجينة ترتبط على زيارة دولة الرئيس كانت لها كان على ضرورة التوسع في البرامج والتخصصات في مؤسسة الدريب المهني كما وعز دولة الرئيس على ضرورة التوسع بالاتفاقيات مع الشركات في القطاعي العام والخاص والذي تساهم وتوفر في توفير طرص عمل للطلاب الخارجين بعد الانتهاء من العملية التدريبية نعم سيدة اعتزاز إذا تكرمتي ما مدى الإقبال على تدريب المهني في الصلط وما هي الفئات الأكثر تسجيلا في المعاهد طبعا إحنا الإقبال في محة تدريب من مهني الصلط محة تدريب من مهني الصلط يقوم على تدريب الدكور والإناث الإقبال اللي بيصدر له الملتاز من قبل كان دكورا أو إناثا طبعا الفئات التي نستقبلها إحنا بشكل عام كمؤسس تدريب مهني نأخذ كل المسويات المهنية من ابتداء النصف العشر ولكن الإقبال حاليا نأخذ في إقبال ممتاز من حملة الشهادات الجامعية وذلك بسبب عمد عدم توفر فرص عمل فأصبحت تدريب مهني نافذة للخريجين في تطوير محاراتهم ورفع كفاءاتهم وأصبحت الطريق الأسهل للحصول على فرص العمل فالإقبال شديد من جميع المؤهلات العلمية سواء كانت تنوية عامة أو حملة الشهادات الجامعية نعم مديرة معهد تدريب مهني أصلت اعتزاز إشنكات كنت مال عبر الهاتف شكرا جزيلا لك سامح مجلس هيئة تنظيم النقل البري بتزيل المركبات العاملة على نظام الهجين الهايبرد للعمل في خدمة نقل أركاب عبر سيارات السفريات الخارجية اعتبارا من اليوم مدير عام الهيئة على أشبلات قال أن القرار يأتي تسهيلا على المشغلين في قطاع النقل وتخفيث الكلفة التشغيلية المترتبة عليهم إضافة إلى مطالبات العاملين في نمط سيارات السفريات الخارجية لإدراج نظام الهايبرد ومواكبة التطورات العالمية على المركبات من حيث الابتحاد عن استخدام المحروقات وجعلها صديقة للبيئة وكشف عن توجه لدرسة السماح بترخيص سيارات السفريات الخارجية للعمل بالكهرباء وإمكانية سيرها لمسافات طويلة رصخ اسم شركة المال لتمويل المتخصص في السوق المحلية بمجال تسهيل الوصول إلى التمويل لتغطية الاحتياجات الطارئة بشكل سريع وسلس وخلال أكثر من أربع سنوات اعتمدت الشركة على التكنولوجيا المالية الحديثة لتسهيل توفير التمويل لأكثر من 600 ألف عميل كما وسعت شركة المال للتمويل المتخصص في نطاق خدماتها عبر 53 فرعاً في كل أنحاء المملكة لتسهيل الوصول إلى خدماتها لتصبح اليوم شركة رائدة في تقديم الحلول المالية المبتكرة كما تساهم في توفير التمويل وتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفر فرص العمل للشباب الأردني في جميع المحافظات سلفتنا الأولى وخدماتنا ميسرة بدون تعقيدات، بدون ضمانات، بدون عمولات وبترجع المبلغ زي ما أخدته وخدمتنا خلال 10 دقائق وإمنا بتستلم المبلغ نقداً بالفروع أو عن طريق محفظتك الإلكترونية أو خلال خدمة كريك ومن خلال تطويرنا لتطبيق جديد على الموبايل صارت خدمتنا أسرع وأسهل طريقة استاذ مرنا إما خلال منصة إفواتيركم أو نقداً خلال أحد الفروع ترجمة نانسي قنقر